اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي مستمعين العزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برامج صحة وسعادة برامج صحة وسعادة اللي يتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي مثل ما عودناكم بنضطر خلال البرنامج لأمور طبية وصحية طبعا تهمكم وتفيدكم ويسعدنا تواصلكم خلال البرنامج قبل ما أذكركم برقام التواصل ويانا أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد في التنسيق محمد عمر وفي الإخراج ناصر السليمي صبحكم الله بالخير جميعا مقدمة الحلقة اليوم الدكتورة عاش البسطي مستمعين الأعزاء طبعا مثل ما عودناكم برامجنا بتكون متنوعة طبية وصحية في نفس الوقت طبعا عندنا دراسة بنخبركم فيها الدراسة جدا شيقة يمكن ترضي النساء أكثر من الرجال لكن دراسة جدا جميلة وطبعا ما بنحكم على الدراسة أنها بتغطي للجميع بس فيها أشياء حلوة ووايد هالفترة نحنا نركز عليها قبل ما أتكلم عن دراستنا اليوم أذكركم برغامة التواصل ويانا 600551414 رسائل النصية على 4006 حياكم الله أي سؤال أي استفسار يخص الحلقة أو يخص مواضيع ثانية تتعلق بهاية صحابة بي أو استفسارات طبية حياكم الله إن شاء الله إذا ما كانت أن الإجابة في نفس الحلقة نتواصل وياكم مرة ثانية بعد ما نستشير المسؤولين عن الاستفسار اللي يهمكم أنتوا أي ملاحظات أو مداخلات خلال البرنامج كذلك حياكم الله دراستنا اليوم تتكلم عن الذاكرة وتقول الذاكرة لدى النساء أفضل من الرجال توصل علماء محهد كارلونسكا السويدي إلى استنتاج مفادة أن النساء يتمتعن بذاكرة عراضية أفضل من الرجال الذاكرة العراضية اللي هي اللي تكون دقيقة بكل تفاصيلها يعني صرت مكان فرضاً بتذكر فرضاً صرت حفلة بتذكر كل شيء بتفاصيل الحفلة الحفلة الناس شو كانت لابسة شو نقال لي في هاي اللحظة شو كان شعوري في هاللحظة شو قلت في هاللحظة يعني بالتفصيل هذه هي الذاكرة العراضية وفي حين أن الذاكرة المكانية لدى الرجال أفضل من النساء الذاكرة المكانية يعني الواحد يوم يعرف المكان يعيب يصير لمرة وحدة فرضاً وقفت السيارة في باركين معين الرجال سبحان الله عندهم هاي الذاكرة أفضل منها من النساء أن يعرف مكان الشي اللي يحاطني أو يعرف مكان السيارة وين حاطنها في الباركينج طبعاً أنا أصعب شي عندي أحط سيارة في الباركينج مرات كثيرة أنزح حتى مكان ما وقفت السيارة تفيد صحيفة ديلي ميل بأن الخبراء عملوا على أكثر من 600 دراسة علمية في هالمجال خلال الأعوام من 1973 و2003 يعني حتى الفترة طويلة اتعدت في حدود الثلاثين سنة تقريبة وشملت أكثر من واحد واثنين مليون إنسان يعني تقطيتها العدد كبير من الأشخاص وتوصل الباحثون بدراستهم من خلال هالعدد الكبير إلى استنتاج يفيد أن الذاكرة العرضية لدى النساء أفضل مما لدى الرجال لذلك يذكرون تفاصيل الأحداث اللي مرت خلال حياتهم أو يذكرون بسرعة ما حدث في لحظة معينة من الأسبوع الماضي وصح سبحان الله الواحدة ويذكر ما شاء الله إذا بتقعد مع النساء وبتقعد مع أي حرماء بتتذكر بالضبط التفاصيل الأشياء معينة بالتفصيل على وعلاها تذكر النساء الوجوه أفضل من الرجال ما يدل على أن الذاكرة الحسية لديهن أكثر تطورا من الرجال لذلك يشعرنا باختلاف الروايح بشكل أفضل ومع ذلك يشير العلماء أن الرجال أفضلية في تذكر المعلومات المقانية والمثال اللي أعطيتكم يا ويسهل عليهم العثور على مكان ركنهم للسيارة الأماكن حتى دلالات الأماكن بيصير مكان معين ما شاء الله يعني يمكن حتى اللي يعني أن لاحظ أن ريالي ما شاء الله الأماكن معينة يدلونها أو يوصلون لها أسرع ويتعرفون على أماكن أسرع هذا ما يدل أن الجميع يعني النسب الأكبر ووفقا للعلماء الذاكرة العرضية هي الأكثر حساسية مقارنة بأنواع الذاكرة الأخرى لذلك تتأثر أكثر من قيرها بالعوامل السلبية مثل قلة النوم الإجهاد والشيخوخة من جانب آخر أجرى علماء من الولايات المتحدة عام 2016 دراسة علمية بينت نتائجها أن ذاكرة المرأة في منتصف العمر أفضل من ذاكرة الرجال ولكن بعد انقطاع الطمث تسو كما أظهرت نتائج دراسات علمية عديدة أن تدهور القدرات المعرفية يرافق عملية الشيخوخة حيث أن 75% من كبار السن يعانون من مشكلات في الذاكرة وقد أكد العديد من النساء أنهن أصبحن بعد انقطاع الطمث يعانين من النسيان سبحان الله الهرمونات كذلك أو طبيعة الجسم تلعب دور كبير في الأشياء الثانية مثل الذاكرة لأنها كلها لها دور كبير متعلق بسيكولوجية الجسم كذلك كل جسم وجسم سبحان الله يختلف البيئة من بيئة البيئة كذلك تختلف بس من ناحية الهرمونات كذلك مبين في الدراسة هذه أنه بعد انقطاع الطمث يعني تكون هرمونات النساء اختلفت من أيام الشباب فهذا يأثر تأثير كبير كذلك على ذاكرتهم من ناحية الذاكرة العراضية أو الأنواع الأخرى بس الذاكرة العراضية عند النساء يمكن أي شخص يلاحظ هذا الشيء كذلك أنه ما شاء الله الدقة في وصف الشيء وبالتفصيل مرات يكون بالتفصيل الكبير وخاصة إذا تعلق هذا الشيء بشيء سواء حبته المرأة أو ما حبته المرأة لأن الإحساس يتعلق فيه سبحان الله مرات يوم يذكر الشخص أو مرات المرأة حتى تذكره تذكر نفس الإحساس في هذا الموقف الذي صار لي التذكير يكون بشكل تفصيلي وكبير من هذه الناحية هذه كانت دراستنا لليوم بخصوص الذاكرة أحيان فقرتنا طبعا فقرت السوشيال ميديا إن شاء الله خلال ستين ثانية بتتكلموا إياني الزميلة أسمى الجناحي وبنتعرفوا إياها إلى اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأقلب ما يدور فيها صبحت الله بالخير أسمع صبحتم الله بالنور والسرور دكتورة عائلة على كل المستمعين طبعا موضوعة شيط هي ستين ثانية محسوب بالدقيقة بالثواني قصدي نزل بس نذكر بالأشياء اللي صار في قنوات تواصل الاجتماعي الفترة اللي قافت من أهم الأشياء اللي نحن قاعدين نركز عليها الفترة الحالية اللي هي الرعاية الصحية الأولية بنظام المواعيد ونوجه أي شخص عنده في سلسار ملاحظات يشاركنا في هذا الهاشتاغ وكل ملاحظاتكم نحن نسمعهم لكن المعلومة أقول لكم إياها أنه مطبس عن طريق الرقم المجاني أيضا لما تكون عنده الطبيب والطبيب يقول لك أبا تشوفك بعد شهر قل للدكتور دكتور احجزي موعدي عندك عقب شهر فالطبيب يقدر وإنه يحجز له الموعد أيضا كان في أخبار الإمارات أمس خبر خاص عن طبيب لكل مواطن وهو أحد الهداف الاستراتيجية هو البند الخامس من وفيقة الخمسين اللي أطلقها صاحب يسموه شيخ حمد بن راشد المكتب وآخر شي نختمها بالبسارة الصباحية نحن دايما نقولها للمستمعين النجاح ليس فقط في وصول إلى هدفك ولكنه أيضا في مسيرتك نحو هذا العمل وفي جودة العمل الذي قمت به وصباح الخير ودمتم بصحة وتعالف ودمتم بصحة وسعادة أسماء شكرا أسماء طبعا المواضيع اللي طرقت لها زميلتنا أسماء اللي هو بخصوص أول موضوع اللي هو الرعاية الصحية الأولية بالمواعيد مثل ما ذكرت أنه خلال الرغم المجاني أو خلال من زيارتك للطبيب نفسه الطبيب يقدر يحجزك الموعد في نفس الجلسة خلال استشارة الطبيب يقدر يحجزك الموعد على الموعد الياي اللي بتكون أنت تحتاج تراجع الطبيب في خلال هالفترة إذا الشخص عنده أي استفسار أي اقتراح أي يقدر يتواصل سواء خلال جهات التواصل الاجتماعي أو خلال حتى الرغم المجاني إذا عنده أي استفسار آخر وهذا النظام صراحة بيحافظ على وقت ناس كثيرة يعني شي جميل أنك تحجز الموعدتي قبل الموعدة بعشرين دقيقة على الأقل لما أشياء معينة تحتاجها خلال زيارتك للطبيب أن الفحص الضغط فحص دقات القلب يعني أشياء معينة يحتاج المريض يتنفذ قبل حتى ما يشوفه الطبيب الأسرة وبعدها يشوفه الطبيب الأسرة هذا وايد بيساعد من ناحية وقت الانتظار والوقت طبعا بالنسبة للجميع هام وضروري خلال يومنا طبعا حتى الدقائق وايد تكون تفرق مستمعين الأعزاء طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم صحة وسعادة مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة أذكركم برقامة التواصل ويانا 600551414 الرسائلة النصية على 4006 حياكم الله نتقلنا الآن في الفقرة الثانية لأنه اللي هي الفقرة التوعوية نتكلم عن فقرتنا التوعوية اليوم مع أخصائية التقضية في هيئة الصحة بدبيل أستاذ عاشر رميثي وبنتكلم أكثر بخصوص أيهما أفضل للطلبة اسمنا أمن نحافة صبحت الله بالخير أستاذ عاشر صبحت الله بالنور أستاذ دكتور عاشر طبعا موضوعنا اليوم يعني نركز أكثر على الطلبة بالأخص يعني وبنتكلم عن أيهما أفضل لهم سواء السمنة أو النحافة طبعا إحنا بنبدأ فقرتنا التغذوية بسؤال أيهما أفضل السمنة أو النحافة نعم طبعا معظم الناس يظنون أن الشخص النحيف جدا قد يكون أفضل من السمين من جميع النواحي وكذلك ينطبق أيضا على طلاب المدارس صح ولكن في الحقيقة بنعرف من خلال تعريف كلتا الحالتين ومعرفة الأسباب وما هي المشاكل التي تنتج عنهم بنعرف من خلال هالأشياء في النهاية شو الأفضل نعم بنبدأ طبعا بتعريف السمنة تعريف السمنة أنها زيادة غير طبيعية في نسبة الدهون في الدسم إذا عرفنا شو الأسباب المؤذية إلى السمنة تناول الوجبات السريعة مشاهدة التلفاظ لساعات طويلة سهولة الوصول للمأكلات العالية بالسعرات الحرارية الإعلانات التي تستهدف الأطفال وخصوصا طلاب المدارس استهلاك حصص كبيرة من الطعام قلت ممارسة النشاط البدني الإفراط في استهلاك المشروبات المحلّة بالسكار إذا يناولا تكلمنا عن ما هي المشاكل التي قد تنتج عن السمنة أغلب المشاكل تكون على شكل أمراض ومنها أمراض الجهاز التنفسي مراض السكر ارتفاع ضغط الدم زيادة الكورسترول وأمراض القلب أما إذا يناولا ما هو تعريف النحافة فهي نقص بكتلة الجسم الكلية نتيجة لأسباب عديدة حيث أن كتلة الجسم تكون أقل عن 18.5 كيلو جرام لكل سنتيمتر فإذا نريد أن نعرف ما هي الأسباب المؤدية إلى النحافة قد تكون أسباب اجتماعية، أسباب ورافية، أسباب نفسية ونمط الحياة بشكل عام فإذا اتطرقنا إلى مثلا ما هي الأسباب الاجتماعية بعض الأحيان قد تكون من الأسباب الاجتماعية وهي وسائل الإعلام اللي تروج على أن النحافة هي النمط الصحي الذي يجب اتباعه أما إذا يناع عند الأسباب النفسية بعض الأحيان قد يعاني الطالب من ضغوط نفسية مما يؤدي إلى فقدان الشهية في فترة معينة على المدى البعيد قد يؤدي إلى النحافة لأن ذلك يسبب في فقدان الوزن أما إذا اتطرقنا إلى ما هو نمط الحياة اللي يؤدي إلى النحافة استهلاك الوجبات المفتقرة إلى العناصة الغذائية التي تغذي الجسم بشكل جيد أو عدم استهلاك السعرات الحرارية اللي يحتاجها الجسم في اليوم قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير مما يؤدي إلى النحافة نعم أما إذا يناع عند المشاكل التي قد تسببها النحافة المشاكل هاي قد تكون شائعة جداً بين ضلاب المدارس خصوصاً فقر الدم عندنا نقص المناعة هشاشة العظام وحدوث التهابات بشكل متكرر لأن تكون عندهم نقص في أشياء أساسية حتى في جسمهم إذا يعني ما بطريقة الاعتدال بطريقة يعني الواحد ينقص أو يوقف الأكل أو ينقص في الأشياء اللي يأخذها بطريقة كبيرة فها تأثر سلبياً حتى على جسمه بالضبط إذا يناع عن طرق العلاج كيف نعالج سواء السنة أو النحافة كلاهما يمكن علاجهما باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية مع مراعاة السعرات الحرارية لكل من الحالتين عندنا النشاط البدني الحد من المأكولات التي تفتقر إلى العناصر الغذائية مثل المأكولات العالية بالسكر والدهون والتقليل من ساعات الجلوس أمام التلفاز الآن بعد ما وضحنا وعرفنا الفرق بين كل من السنة والنحافة نقدر نقرر شو هو الأفضل طبعاً الأفضل بالنسبة لنا كأخصائيات تغذية نحن نكون دائماً من ضمن الوزن الطبيعي أو الشنسمي الوزن الصحي هو الوزن الذي يمكن الجسم من أداء وظائفه الحيوية بكفاءة عالية وفعالية بما يضمن له حماية من جميع الأمراض إن شاء الله كذلك حتى إذا الأشخاص مارسون نفس أنت ما ذكرت فيه نقاط مهمة كثيرة الذكرتية بخصوص الإعلانات بخصوص النحافة والتركيز على النحافة بطريقة يعني جذبت والحين طبعاً الإعلانات أو التواصل الاجتماعي مفتوح للجميع سواء أطفاله سواء كبار فهو من ينشأه وينشأ بثقافة معينة أن النحافة نحافة ومت فقط أن نقول أن معدل الجسم الصحيح أو وزن الجسم الصحيح بقدر ما يحطه في باله الطفل منه وهو صغير أن النحافة النحافة أكثر من أنها السمنة وهذه نقطة جداً مهمة لذكرتها الإعلانات واية تلعب دور فالتثقيف الصحي كذلك سواء من الأهل سواء من المدارس سواء حتى من أطباء الأسرة من المراكز الصحية الإعلام كذلك هذا يلعب دور كبير في تصحيح هذه المعلومة عند الجميع وتوعيتهم لأن هذه الأشياء كلها وايدة يعني يتم في عقل الطفل لما يكبر وفي نفس الوقت فرق كبير بين الرشاقة وبين النحافة نعم بين الرشاقة وبين النحافة النحافة يعني يكون عنده مشاكل صحية بسبتين نحافة لكن الرشاقة أو النحة لو ما نقولها الجسم الصحيحة والوزن المثال الصحيح يكون ما تكون عنده مشاكل وبالعكس يكون جسمه ملائم صحت جيدة جداً إلى ممتازة تقريباً من ناحية كل النواحي سواء صحياً سواء طبياً سواء اجتماعياً حتى نفسياً تكون صحت ممتازة كذلك النقطة الثانية بعد اللي ذكرتيها بناحية المكوث أو القاعدة على التلفزيون أو على التيلفون الحين أو الآيبادز فترات طويلة يقدر الواحد كذلك خلال هاي الفترة طويلة يمارس أي نشاط صحي يعني يحط له تريدميل أو يحط له أي جهاز رياضي يمارس الرياضة خلال هذي الفترات الطويلة اللي يقعدها أو يقلل عدد الساعات تقريباً أو يقلل عدد الساعات نحن نقول تقريباً نقللها لمدة ساعة أو ساعتين بالكفير وباقي اليوم ممكن أن يمارس فيه النشاط البدني صح أنه ممكن يطلع يلعب ممكن يشارك في نادي ممكن يمارس اللي هو الرياضة اللي يحبها مثل السباحة مثل الركض مثل هالأشياء كلها ونفس ما قلتي يعني نحن طرقنا في البرنامج وطرقتي أستاذ عاشر لنقطتين السمنة أو النحافة يعني دايماً الأشخاص عندهم يكون من ناحية أثناء دايماً نشوف الشيء ما في الوسط نشوفه من ناحيتين نحن سبحان الله نشوف يا الأبيض يا الأسود بس ما نشوف من ناحية الوسط فالإجابة طبعاً لا السمنة ولا النحافة ولا النحافة ولا النحافة الشيء الأساسي عندنا يكون التوازن في الشيء السمنة لها مظارها طبعاً والنحافة لها مظارها بس التوازن طبعاً هذا أهم شيء من ناحية كصحياً وطبياً لأطفالنا وللجميع كذلك وخاصة في فترة حتى للكبار نعم حتى للكبار أستاذ عاشر كلمة أخيرة توجهينها المستمعين نصيحة المستمعين للحفاظ على وزن صحي ومثالي يجب عليهم اتباع لمط حياة صحي متوازن ونشيط في نفس الوقت صحي ونشيط في نفس الوقت صح ومن ناحية التغذية من ناحية التغذية لازم يكون الأكل اللي يتبعونا أو اللظام اللي يتبعونا تكون في جميع العناصر الغذائية اللي توفر لهم التوازن نعم وهذا شيء أساسي وسبحان الله كل ما تعود الشخص من صقرة أو من البدايات وهو يكون نمط غذائي صحي ومتوازن ومعتمد على كل الأشياء الغذائية المهمة يتعود عليه حتى وهو كبير فيكون جزء أساسي من حياته ما يحس أنه بيغير نمط حياته نمط آخر أستاذ عاش الرميثي أخصائية التغذية في هيئة الصحابة دبي شكرا لك شكرا لك مستمعينا مثل ما اضطرغنا الحين لها الموضوع طبعا جدا مهم خاصة خلال سواء في فترات الدراسة أو الفترات الأخرى للطلبة والغير الطلبة دائما نحن نحط في طولنا ياسمنا هي نحافة بس نفس ما ذكرت الأخت عاشويانة خلال البرنامج أخصائية التغذية من ناحية لا لكل واحد سبحان الله يمكن ميزات معينة بس لكل واحد حتى أضرار معينة سواء السمنة أو النحافة فيفضل وهو هذا الأحسن أن يرتزم الشخص أن يكون توازن أكثر طبعا نفس ما ذكرت كذلك الإعلانات لعب دور كبير أن الشخص يفكر من ناحية النحاف النحافة هي الأفضل بس هو لا توازن الأكل من ناحية توازن سواء الوزن توازن الأكل توازن حتى النمط الحياة هذا اللي بيستمر معاه الشخص وطبعا صحته بتكون دائما بصحة وتكون طبعا جسمه متوازن طبيا وصحيا مستمعين الأعزاء طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم بموضوع جدا مهم وذكرته لأخت أسمويانة اليوم اللي هي طبيب لكل مواطن إن شاء الله بعد الفاصل راجعي لكم صحة وسعادة مستمعين العزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة ذكركم برغام التواصل 600551414 الرسائل النصية على 4006 فقراتنا الثالث اليوم إن شاء الله بتكون واحدة من أهم فقراتنا خلال البرنامج اليوم طبعا الفقرة تتحدث عن البند الخامس من وثيقة الخمسين اللي أعلنها ووجه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاها الله اللي تتعلق بطبيب لكل مواطن اللي هي الفقر اللي هي البند الخامس وكذلك أعلن مدير عام هيئة الصحة بدبي على توجهات الهيئة والتزامها بتنفيذ هذا البند وسخرت الهيئة كذلك جميع إمكانياتها لتحقيق هدف طبيب لكل مواطن وهي تحرص في الوقت نفسه على استثمار قدرات المنظومة الصحية الشاملة اللي تتميز بها دبي لخدمة هالهدف كما تعمل الهيئة الآن على استحداث نظام متكامل لتقديم الاستشارات الطبية إلى جانب الخدمات الطبية عالية المستوى اللي توفرها في منشآتها سواء كانت مستشفيات أو مراكز وعيادات تخصصية وما تقف جهود هيئة الصحة بدبي عند هالحد تواصل عملية استقطاب كذلك لكفاءات الطبية المميزة وأفضل العقول في جميع التخصصات اللي تلبي احتياجات المواطنين وأفراد المجتمع بوجههم واليوم إن شاء الله بنتكلم عن طبيب لكل مواطن لكل مواطن وهو هدف صحة دبي الاستراتيجي ويانا اليوم في الستوديو الدكتور مروان الملة المدير التنفيذي في القطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي صباحك الله بالخير دكتور مروان هلا أختي ومشكور على استضافة ونحن سعيدين بالالتزام الهيئة نحن عندنا في مشروع طبيب لكل مواطن اللي هو البند الخامس من مشروع سمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي والهيئة تلتزم بتوفير الاستشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع من قبل مئات الآلاف من الأطباء ولا خصائيين المستشارين المتخصصين من جميع بلدان العالم من خلال شركة تخصصية عبر تطبيقات الحكومة الذكية طبعا بهذه المنظومة هذه راح نقرب الأطباء للمواطنين ونعمق الوعي ونزيد ثقة المريض أو المواطن إذا يحتاج للعلاج أو للاستشارة الطبية يقدر يوصل لها على مدار الساعة وحتى لو كان خارج الدولة يعني نعم وتكون بطريقة جدا سهلة إن شاء الله بنتكلم بتفصيل كبير خلال حلقتنا اليوم خلال بعد فقرتنا اليوم في البرنامج طبعا هذا هدف استراتيجي كبير ومن شأنه كذلك تغيير ملامح ومنظومة طبعا منظومة القطاع الصحي بالكامل في دبي فممكن تعرفنا أكثر دكتور مروان بخصوص نبذى عن هدف طبيبك المواطن مثل ما قلنا يعني نريد أن نوصل المريض أو المواطن للخدمات الطبية على مدار الساعة ما يحتاج المريض الحين يعني يعني يهي العيادة أو المستشفى حتى يأخذ على العلاج يقدر يتصل أو يقدر يستعمل التطبيقات الذكية ويتواصل مع الدكتور يعني في أقرب وقت يعني نحن نبغي الأطباء يكونون متوفرين على مدار الساعة والمريض ما يتأخر نعم وحتى نوفر على المريض مشقة الحضور للعيادة أو المستشفى ومرات تكون مجرد استفسارات بسيطة يقدر يحلها عن طريق التطبيق الذكي هذا ممتاز وطبعا رح يكون بالشراكة مع القطاع الخاص لأن نبغي مثل ما قال السمو الشيخ محن بن راشد يعني ربط الأطباء والمواطنين بمئات الآلاف من الأطباء والخصائيين والمستشارين ممتاز فنحن نتوقع على يعني نحن بهذه المبادرة رح نسبق العالم عشر سنوات إلى الأمام نتوقع في المستقبل القريب أن الثمانين بالإمية من الاستشارات تكون عن بعده ممتاز فها وايد يعني بيفيد الناس كذلك يعني الوقت يعني من ناحية الوقت من ناحية التواصل مع الطبيب أو يعني التواصل مع الطبيب بيكون خلال اليوم بالكامل والمريض وهو قاعد في مكان يقدر يتواصل أو أي شخص حتى لو عنده استفسار بسيط يقدر يستفسر فهالشي بيزيد ثقة المتعامل كذلك راحت النفسية من ناحية أنه هو موجود في مكانه يقدر يستفسر صحيح ونوفر التطبيقات أو التطورات التقنية اللي صايرة مثل إنترنت الأشياء نعم اللي هو مثلا في المجال الطبي مثلا لمريض السكري الأجهزة اللي تأخذ أو تحسب السكري تكون مرتبطة بالموبايل ممتاز وبعدين تكون مرتبطة بالملف الإلكتروني اللي في هيئة الصحة ملف سلامة ممتاز يكون فيه كل القراءات للسكري على سبيل المثال وطبعا نحن لدينا فريق يتابع هالقراءات إذا شاف قراءات كبيرة يعني الرقم ارتفع كثير هم يتواصلون مع المريض حتى يوجهونها بالخطوات اللازمة مرات التوجيه يكون زيادة جرعة الإنسلين نعم أو يعني التزام الأكثر بالأكل الصحي بالنحام الأكل ومرات يعني يمكن نقولها تحتاج تمر المستشفى حتى نقوم بالعلاج اللازم صح وكذلك يعني وقت المريض ظله أهمية كذلك فبهالطريقة تحس أنه هو بيكون مرتاح أكثر أنه في حد ثاني بعد يتابعه حتى لو هو في بيته أو هو في مكان ثاني ما بأنه يترى موعد بعد ثلاثة شهور أو بعد شهرين عشان يتابع موضوعه دكتور مروان طبعا هيئة الصحة بدبي أول ما أحلن عن وثيقة الخمسين والهدف طبعا هيئة الصحة بدبي التزمة بتنفيذه فممكن تحدثنا أكثر عن خطوات الأولى التي تحركت الهيئة من خلالها بعد الإعلان عن وثيقة الخمسين طبعا مثل ما قال معالي حميد القطامي مدير عامل الهيئة كان فيه التزام كامل من هيئة الصحة بدعم المشروع وشكلنا عدة فرق لدعم المشروع سواء من ناحية البنية التحتية والتطبيقات الذكية أو فرق لتدريب الأطباء على التعامل مع التطبب عن بعد وبعد حدثنا اللوائح والتشريعات التي تعطي حق للطبيب بصرف الوصفات الطبية عن طريق التطبب عن بعد ممتاز فهذا الشيديد يعني عملنا بالتعاون مع شركائنا وزارة الصحة واللجنة عليها للتشريعات وطبعا بعد يعني يعني سوين جزء من الفرق اللي قمنا بها فرق الدعم الإعلامي ممتاز والشراكات مع القطاع الخاص وفيه يعني تجاوب كبير من القطاع الخاص وحماس للمشاركة في هذا المشروع الكبير وإن شاء الله يعني الهيئة بصدد توقيع الاتفاقيات مع القطاع الخاص ولتقريب مآت الآلاف الأطباء إلى المواطنين إن شاء الله ممتاز ممتاز يعني الخطوات كبيرة كذلك اللي يستحدثوها وابتديتوا كذلك فيها عشان تطبيق هذه المنبومة الصحية دكتور ماروان في سؤال استفسار من أحد المتابعين يقول السلام عليكم لدينا مشروع جاهزة طبيبك المواطن مع من نتواصل يمكنهم الاتصال بنا برقم الهيئة 8342 800 DJ وتواصل مع قطاع التنظيم الصحي ونحن فريق العمل إن شاء الله نشوف كل المشاريع وندعمها يعني إن شاء الله ممتاز ممتاز دكتور ماروان إلى أي مدى تدعم القدرات اللي يمتلكها القطاع الصحي سواء حكومي أو خاص هدف طبيب الكل مواطن اللي ينص عليه البند الخامس من وثيقة الخمسين نحن في هيئة الصحة فخورين بالقطاع الصحي سواء كان الحكومي أو العام من ناحية عدد المنشآت الصحية نسبة المنشآت الصحية المستشفيات اللي عندها الاعتماد الدولي لأكثر من 95% عدد المهنيين الأطباء العاملين في يعني هم مرخصين في هيئة الصحة والعاملين في قطاع الصحي العام والخاص والجنسيات يعني دبيت استستقضب أفضل العقول في المجال الطبي ومن مختلف الجنسيات فعنا البنية التحتية من ناحية التجهيزات الطبية ومن الأطباء والكادر المهني المساند لدعم هذا المشروع وإن شاء الله يعني راح المشروع يكون بالتعاون مع القطاع الخاص سواء في دبي أو حتى من خارج الدولة يعني إن شاء الله ممتاز ممتاز وهذا بيسهل على ناس وايد كذلك يعني حتى رفع الثقة بالنسبة للمريض وكذلك يعني أنا حط نفسي مكان المريض يعني أكون في بيتي يعني أشياء معينة أحتاج أتابعها يعني بيكون أسهل لي أني أتصل خاصة إذا بالليل وقت متأخر صعب أو شخص صعب يطلع ما عند حد يوصله بالاتصال عساس يستفسر عن أشياء يمكن بسيطة يقدر في البيت يستفسر عنها وتيه الإجابة لين عنده وسبحان الله ها بيرفع رضا المتعاملين وبيرفع حتى رضاهم وسعادتهم كذلك دكتور مروان طبعا هل من دور واضح للقطاع الصحي الخاص لدعم توجهات دبي والهيئة نحو هدفها الطموح؟ أكيد يعني قطاع الصحي نعتبرهم شركاء لنا نحن في هذا المشروع وفي القطاع الصحي بشكل عام نعم ونحن الهيئة إن شاء الله يعني في صدد توقيع الاتفاقيات مع القطاع الصحي الخاص نزين وحتى نحقق أهداف هذا المشروع ويعني أحب أقول أن هذا المشروع راح يغير الثقافة الحصول على العلاج نعم نزين يعني الحين مع السوشيال ميديا مع وسائل التواصل الاجتماعي فيه معلومات كثيرة يعني يتم التداول بها صح ويعني يمكن بعض المعلومات أو كثير منها غير صحيحة صح فهذه مشروع طبيب لكل مواطن راح يكون وسيلة لحصول على المعلومات الصحيحة والموثوق فيها من هيئة الصحة وشركائها صح يعني مثل ما يكون سهل يشوفوا المعلومات الثانية اللي يمكن يكون غير دقيقة نحن نبن سهل على المريض إذا عنده أي استفسار يحصل على المعلومة اللي يبغيها ومرات يعني يمكن يكون مسافر بعد صح يقدر يحصل على المعلومة هذا وهو مسافر يمكن يعني يكون مثلا عنده رشح جلدي يقدر يصور ويبعت لنا ونشوفها ونعطيه النصيحة اللازمة ممتاز هذا شيء ونفس النقطة اللي ذكرتها دكتور مروان جدا مهمة يعني أنا كطبيبة أسراء يوميا تيني من ناحية هاي الاستفسارات من ناحية أنا قريت في السوشال ميدي أنا قريت هاي المعلومة أنا قريت أنا استخدمت الدول فلاني ومرات أدوية تكون موجودة بس ما ننصح لها المرض أو ما ننصح لها الشيء الجلدي بهالطريقة الشخص بيلقى مكان نفس ما قلت موثوق فيه يعني أي واحد عنده استفسار أي شيء يقدر يلجأ لها الشيء وواثق يكون أمي بالأمي فيه صعب أنك أي يعني معظم الناس الحين عندها الانترنت مفتوح في كل مكان فتيك في معلومات وأمراض مرات وعلاج الأمراض وتكون مرات من مصادر غير موثوق فيها وهذا تأثر على صحة أي شخص بس نفس ما قلت هاي النقطة جدا مهمة لأي شخص يعني بيكون هذا المكان يعني أمي بالأمي موثوق فيه نصيحة طبية صحيحة على الأقل وطبعا التنظيم الصحي كنا عارفينه دقيق من ناحية التزامة بكل نقطة يقولها بالنسبة دكتور مروان إلى أي وصلت هيئة الصحة بدبي الآن لتحقيقها الهدف الاستراتيجي وشو اللي يجري على أرض الواقع الحين طبعا من بداية المشروع يعني هيئة الصحة التزمت بتحقيق هذا المشروع ويعني أشبها بخلية نحل وعدة فرق شغالة في نفس الوقت لتحقيق هذا الهدف وبدعم كبير معالي حميد القطامي لضمان نجاح هذا المشروع سواء من ناحية التقنية وفرق العمل وتجهيزات التطبيق الذكي أو من ناحية تطريب الأطباء من ناحية التشريعات يعني نحن شغالين أو ماشيين على الخطة المرسومة وإن شاء الله رح نطلق المشروع عما قريب ويعني رح يحقق تغيير في طريقة الحصول على العلاج إن شاء الله وإن شاء الله يعني رح يحقق سعادة أفضل للمواطنين في المجال الصحي ويزرع يعني ويزيد من الثقة ونفس الوقت يعني الحصول على المعلومة الطبية الصحيحة مصادر موثوق فيها إن شاء الله وهذه جدا مهمة ونفس ما قلتك منظومة جديدة كذلك ليه التطبيب عن بعد يعني وتقطي مجالات كبيرة حتى لو أنا برا على البلاد يعني هذا شيء جدا جميل حتى لو أنا برا على البلاد أقدر أتواصل عندي أي استفسار عندي أي سؤال طبي أو صحي يعني على الأقل واضقة في المكان اللي بسأل فيه ما بأني بأدور مستشفى حتى لو أدور عيادة بعد ما عرف من هو بتواصل ويا بس بها الطريقة طبعا ثقة المتعامل كذلك سعادته وراحته طبعا وايد ورضاه كذلك بيكون أكثر وأكثر دكتور مروان كلمة أخيرة توجهها لمستمعين خلال البرنامج أحب أبشرهم إن شاء الله بأننا راح نطلق المشروع يعني عما قريب وراح يعني أنا أنصح الجميع بتنزيل أو إنزال تطبيق الهيئة لأن مشروع طبيب بكل مواطن راح يكون فيه تطبيق الهيئة نعم ما بيكون فيه تطبيق جديد ويسجلون فيه ويحطون رقم البطاقة الصحية هذا التسجيل يقدرون يعملونه الحين ويكونون جاهزين يعني إن شاء الله لما يحصل التحديث ونطلق المشروع يعني رسميا ويكونون جاهزين يقدرون يستخدمون هذه الخدمة في أقرب وقت إن شاء الله ممتاز فمستمعينا طبعا هيدعم الدكتور مروان أن نزل تطبيق الهيئة ويكون موجود في تطبيق الهيئة اللي هو DHE التطبيق يحتوي على كثير من الأشياء منها اللي هو مشروع طبيب لك المواطن يعني راح التاب أو يعني العيقونة اللي فيها طبيب لك المواطن ما راح تكون الحين الحين من تكون بعدين بتكون موجودة بتكون موجودة بس أهم شيء تسجيل ووضع تسجيل يعني يحطون البطاقة الصحية والمعلومات الأساسية تكون جاهزة عند الشخص قبل حتى ما نبدأ بس طبعا بينعلن قبل ما نبدأ التطبيق أكيد يعني بالناحية الطبيب لك المواطن وجميل أنه بيكون من ناحية التطبيق معين يعني الواحد معلومات كلها موجودة كذلك أشياء كلها في التطبيق نفسه فالطبيب حتى يوم بيكون مع المريض أو المراجع على الخط بيعرفت يعني كامل عنه من ناحية تاريخه الطبي أو المشاكل الصحية اللي تكون عنده يعني لو تشوفين تطبيق الهيئة الحين فيه النتائج الفحوصات أكيد صح بس مرات المريض ما يعرف شو معنى هاي الفحوصات أيوة يعني هذا كبعد إضافة للطبيب لك المواطن يقدر بعد ما يسوي فحوصات ويشوف الأرقام هذه يتصل أو يتواصل يعني بالطبيب لك المواطن والطبيب يشرح له النتائج صح يعني أكيد إن شاء الله أغلب النتائج تكون زينة إذا ما كانت كلها وبعض الأشياء يبالي ممكن يعني رياضة أو صح وأشياء تحتاج شرح ومرات نفس ما أنت عارف يعني يكون point something بس تطلع الإشارة عندي أو تطلع بألوم معين فالمريض يخاف منها ليش طلعت لي بهذه الطريقة صح وتكون ضمن يعني طبييا نحن ضمن المعدل الطبيعي يعني ما تكون أن هالواحد يتخوف وها شيء جديد بعد قالنا يا دكتور مران صراحة أكيد الناس يعني بترتاح أكثر منه أنه أي تقرير أو أي شيء تحليل معين يقدر يتواصل مع الطبيب الطبيب أوردي عنده التحاليل كاملة ويقدر يشرح لكم إياها خلال وقت معين والشخص قاعد كذلك في البيت وها الشيء نفس ما قلت دكتور مروان بيفتح من ناحية التطبيب عن بعد بينشرب طريقة صحية وبينشرب طريقة صحيحة كذلك وتوفر وقت الشخص وتوفر كذلك نلتزم بساعاته ورضاه طول الوقت وخاصة يعني يكون راضي ويكون سعيد كذلك حتى سواء كان في البلاد أو كان برع البلاد فهاي فغرتنا من ناحية طبيب لك المواطن دكتور مروان الملة المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي شكرا لك دكتور مروان شكرا شكرا مستمعين مثل ما اطرقنا الموضوع طبيب لك المواطن مع دكتور مروان من ناحية بيكون في تطبيق هيئة الصحة في دبي بعد التطبيق موجود تقدروا تنزلون سواء على الأندرويد أو الأبل ستور على الهواتف الذكية التطبيق النفس من ناحية طبيب لك المواطن إن شاء الله عن قريب بيكون موجود في تطبيق هيئة الصحة في دبي ونفس ما ذكرنا دكتور مروان نقدر نتواصل بيكون عن بعد وبيكون خلال طول اليوم بيكون حتى لو أنت الشخص مسافر برا على البلاد يقدر يتواصل مع الطبيب الأهم من هذا الشيء المصدر موثوق في يعني شيء جميل أني أنا عارفة الطبيب اللي أنا بتواصلويا عارفة أن من هيئة معينة طبعا المعلومات اللي توصلني كذلك معلومات أنا واضقة فيها طبعا الحين هذه الفترة طبعا من الانفتاح من ناحية الانترنت من ناحية مواقع التواصل الاجتماعي فيه معلومات كثيرة فكثير من الناس يعني ما يتأكدون المعلومة هذه صح برزت من شخص معين صح وللا يمكن توصلنا حتى عن طريق الواتساب أو الرسائل النصية معلومات أو نصايح طبية فأنصح كل شخص لتأخذون أي نصيحة طبية إلا من مكان موثوق فيه من شخص موثوق فيه طبيب موثوق فيه لأن كثير من هذه النصايح اللي تنتشر على المواقع الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي أو المسيجات اللي توصلنا ومراه يمذكر اسم طبيب بس أنا متأكدة هذا الطبيب تخصصها الشيء ولا ما بتخصصها مراه أشياء وايد وما تناسب أشخاص معينة عندهم حساسية منها فيه ناس وايد هدت أدوية معينة تستخدمها ووقفتها لطلعت مشاكل هاي الأمراض عليهم بسبب نصيحة الشخص مم متأكد منها ومم موثوق منها الحين الحمد لله تطبيق بيكون بالنسبة لمشروع طبيب لك المواطن طبعا هذا الشيء وخاصة أنه بيكون عم بعد فهذا الشيء جدا يعني كبير ومجهود تشكر عليه هيئة الصحبة دبي ومؤسسة التنظيم الصحي كذلك الناس سرعت فيه وابتدأ على أرض الواقع وإن شاء الله عن قريب كأننا بيكون عنا الآيكون طبيب لك المواطن فيه موجود عنا على هواتفنا الذكية اللي بنتواصل عليها طبعا طول الوقت فهذا بيسهل على ناس وايدة خاصة الأشخاص اللي صعوبة توجههم من مراكز صحية أو صعوبة تواصلهم يعني فيقدر يتواصل مع الطبيب أساس يعطي النصيحة معينة من ناحية حالة الصحية أو من ناحية أشياء معينة حابب يستفسر عنها أكثر من هذه النواحي وطبعا خاصة الأشخاص اللي يكونوا مسافرين وبره على البلاد مرات تكون إجازة من أسبوع إلى عشرة أيام يحتاج نصيحة طبية في حد يكون عنده أقرب أطباء أو الطبيبة الخاص يقدر يتواصل وفي حد ما يكون عنده طبيبة الخاص أو عنده أشخاص يقدر يتواصل فهذا التطبيق بيسهل على الأشخاص وايد من ناحية تواصلهم وكذلك مع أطباء موثوق فيهم وكذلك مع تواصل خلال اليوم الأربعة وعشرين ساعة هذا بخصوص طبيب لك المواطن نقطة ثانية أرجع لها اللي هو بخصوص مواعيد الرعاية الصحية الأولية الحين مراكز الصحية الأولية بتكون بنظام المواعيد بتدى النظام من تاريخ واحد تسعة كان من يوم الأحد فيفضل عزاء المستمعين للتصال وأخذ موعد بهذه الطريقة بتلاحظون أن وقتكم بيكون لبدال مآيو أنتظروا لما أدخل على الطبيب في أيام تكون زحمة قبل موعدي بعشرين دقيقة أو بربع ساعة على الأقل تم الفحص المبدئي وبعدين أشوف طبيبي فخص شيء وايد بيسهل أشياء وايد سواء والأهم بالنسبة للمريض تقدروا تتواصلون على 800-342 800-342 أو عند زيارة الطبيب نفس طبيب الأسرة أطلب منه إذا أنا قال لي فرضاً بعد أسبوع تعالي أو عقب أسبوعين تعالي أراجع شيء معين أقول لدكتور يحجزي الموعد وياك بعد أسبوعين أو بعد أسبوع في نفس اللحظة الدكتور يقدر يحجز لك الموعد مستمعين الأعزاء وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم نلقاكم إن شاء الله باتشر أشكر فريق العمل وياه في الإعداد يوسف سعد في التنسيق محمد عمر وفي الإخراج ناصر السليمي ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي نلقاكم إن شاء الله باتشر أدومتوم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي